براءة من الله ورسوله إلى الذين عاتوا من المشركين فسيحوا فرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فألموا أنكم غير معجيز الله وبشر الذين كفروا بعذاب نليم إلا الذين عاهتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهده إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسل خلشهروا حروم فاقتلوا مشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا له كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهما منه ذلك بأنه قول لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهتم عند المسجد الحرام فانستقاموا لكم استقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضو لكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأثروا مفاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنه ساء ما كانوا يمنون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون وأقربوا الصوت وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل لآيات لقوم يلمون وإن نكسوا أيمانهم من بعد عليم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أهمة الكفر إنه لا أيمان له لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوا كم أول مرة نتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشر صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتموا أم تتركوا ولما يلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تمنون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بكفر أولئك حبطت عمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولمخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلت السقاية الحاج وعمارة السجد الحرام كما نامن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسرون عند الله والله لا يد قوم الظالمين فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء هذي استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قول إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحبى إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى آياتي الله بأمره والله لا يد القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين لذا جابتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحفتتم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأمزل جنودا لمصرها وعزب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله أفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنهم المشركون نجس فلا يقربوا سجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم علة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن عمريم وما أمروا إلا ليبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ونكري الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليطره على الدين كله ونكره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكمزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا هذا ما كان السم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القين فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونك كافة ولموا أن الله مع متقين إن النسي زيادة في كفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء عمارهم والله لا يدل قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقتموا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا ويعذكم عذاب نليما ويستدقهم غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد لصره الله إذ خرجه الذين كفروا تاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم إنفروا خفافا وتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنت تلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم كاذبين لا يستاذن كالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستاذن كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو رادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع قاعبين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك نمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهو كارهون ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤون وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل مؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فاتربصوا إنا معكم متربصون قول أنفقوا طوعنا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنت قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهكسالا ولا ينفقون إلا وهكارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم وهو كافرون ويحلفون بالله إنه لمنكم وما هم منكم ولكنه قوم يفرقون لو يجدون مجال ومغاتل ومدخل لو لو إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها أرضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وبالسبيل فريضة من الله ومنهم الذين يوذون النبي ويقولون هو أذن قولوا اذنوا خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب نليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أعلموا أنه من يحاذب الله ورسوله فأن له نارجن مقاردا فيها ذلك الخزي العظيم يحذرون يحذرون يافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قولوا استزئوا إن الله مخرج ما تحذرون وما إن سأرسهم ليقولن إنما كنا نخوض ونعب قول بالله وآياته ورسوله كنتم استزئون لا تسزروا قد كفص بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم سعز الطائفة بأنه كانوا مجرمين عالمنافقون والمنافق سبضهم من بعض يامرون بالمنكر وإنهن عن المعروف ويقبضون أديه نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم فاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جن مخالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وله عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منك قوة وأكثر أموالا وأولادا كم استمتعوا بخلاقهم استمتعتم بخلاقكم كم استمتع الذين من قبلكم كم استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقبصهم أولئك حبطت عمالهما في الدنيا ولا آخرة وأولئك هم القاسرون ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمودى قوم إبراهيم وأصراب مدينة والموسفكات أساتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وإنهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من سيان نار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجاهب الكفار والمنافقين أغنب عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أنناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاب نليما في الدنيا والآخرة وما لهم فرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آساهم من فضله بخلوا به وسولأوا وهم ورضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم اعلموا أن الله له سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب نليم استغفر لهم أو لا استغفر لهم إن استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يد القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم افساد نوك لخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاسلوا معي عدوا إنك رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القالفين ولا تصل على أحد منهم ما سأبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصل على أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا تزق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت صورة نامنوا بالله وجاهدوا مع رسوله الساذن كأنقن منهم وقالوا وقالوا ذرنانكم مع قاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا إفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من فتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعزرون من العراب ليوزن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج لذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل هو الله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله قلت لا أجد ما أحملكم عليه سولوا وأعينه تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم سبيل على الذين يستاذرونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع خوالك وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجتموا إليهم قل لا فتذروا لنؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الرجيم والشهادة فينبئكم بما كنت ثمنون سيحنفون بالله لكم إذا انقلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجز ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحنفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين أهل العراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم الحكيم ومن العراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن العراب من يؤمن بالله اليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصروات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون لولون من المهاجرين ولنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجريت تهل نار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من العراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعذبهم سنعذبهم مرة ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سجئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم أذن من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم أهو الله سبيع عليهم ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستودون إلى عالم الغب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما لا يتوب عليهم والله عليم الحكيم الذين اتخذوا متشدا ضرارا وكفرا واتريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إلى ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لم سجد نسس على التقوى من واليوم لحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين آفما نسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير لما نسس بنيانه على شفى شرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يذي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم الحكيم إن الله الشرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ودعا له حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله فأسترشروا ببيعكم الذي بايتم به وذلك هو الفوز العظيم السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يصفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان الصفار إبراهيم لأبيه إلا عن معدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تضرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم وما كان الله ليضل قوما بدأ فذاهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا أضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا مجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأل المدينة ومن حولهم من العراب أن يتقلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنه لا يصيبه ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون بطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل من لا كثب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر محسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا لا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فقة منه طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم عنهم احذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةِ وَاعْلَمُوا أَمَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَ سُورَةٌ فَمِنُمْ مَنْ يَقُونُ أَيُّكُمْ زَادَةُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمُ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَشِرُونَ وأما الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسٍ وَمَاتُوا وَهُكَافِرُونَ أَوَلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَنَا هُمْ يَذْكَرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِنَ يَنَاكُمْ مِنَ حَدٍ تُمَّا صَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنه قم لا إفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين روح رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم موسيقى موسيقى